اشتركوا في القناة والله على محمد وآله طيبين الطاهرين والعمة الله على اعدائهم اجمعينا الى يوم الدين يوم العاشر من شهر ربيع الثاني يصادف على ما هو المعروف ذكرى ميلاد الامام الحادي عشر من ائمة اهل البيت الامام العسكري قلوات الله وسلامه عليه ولد الامام بالعاشر من شهر ربيع الثاني من عام مائتين واثنين وثلاثين للهجرة استشهد الامام صلوات الله عليه في اليوم الثامن الربيع الاول من عام مائتين وستين للهجرة قام بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ولده خاتم الاوصياء المهدي المنتظر حجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من اعوانه وانصاره نتحدث حول هذا الامام ضمن فصلين الفصل الاول الظروف الفصل الثاني الادوار اما بالنسبة الى الفصل الاول الظروف التي عاشها الامام العسكري كانت ظروفا حرجة جدا كانت حرجة بالنسبة الى نفس الامام صلوات الله وسلامه عليه وحرجة بالنسبة الى شيعة الامام والموالين للامام نحن نذكر روايتين حاتان الروايتان يمكن ان تكشف لنا جانبا من جوانب الضغط والكبت والارهاب التي كانت تحيط بالامام وكانت تحيط بشيعة الامام حتى نعرف ان اضاءنا وان اجدادنا في اية ظروف عاشوا وكيف اوصلوا هذه الامانة الينا هذه النعمة التي هي اعظم النعم علينا اعظم نعم الله علينا هي نعمة الايمان بل الله يمن عليكم انا ما اذكر مكان في القرآن الله تعالى يستخدم هذه الكلمة كلمة المن الله اعطانا نعم لا تعد ولكن لا اتذكر مكانا واحدا الله يمن على عباده بنعمة من النعم التي اعطاها لهم ولكن عندما تأتي نعمة الايمان الله تعالى يقول بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان هذه النعمة العظيمة التي نحن الان متنعمون بها ما وصلت الينا مجانا قضاؤنا اجدادنا تحملوا الكثير حتى اوصلوا هذه الامان الينا الرواية الاولى التي تكشف جانبا من جوانب الضغط الذي كان يعيش فيه الامام وكان يعيش فيه المؤمنون في يوم الايام الامام في محضر من شيعته ومواليه فقال الامام حديثا ربما يبدو عجيبا قال الامام انا امرناكم بالتختم باليمين ونحن الان نأمركم بالتختم بالشمال فانه من ادل الدليل على ولايتنا اهل البيت هذه الرواية نوضحها ضمن النقاط النقطة الاولى اتختم باليمين سنة نبوية النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم باليمين وكأنه هكذا يبدو ان الشارع ان الدين نظم الاعمال الاعمال الرفيعة جعلها لليمين والاعمال والاعمال الوضيعة جعلها للشمال هذا النوع من انواع التنظيم في القانون الديني كما يبدو راجعوا كتاب الطهارة في مباحث الاستنجاء هناك كلام حول هذا الموضوع النبي صلى الله عليه وآله حتى لاحظوا القرآن الكريم الله تعالى يقول وناديناه من جانب الطور الايمن هذا الايمن موصف للطور صفة للجانب عندما موسى صلى الله على نبينا وآله وعليه كان يأتي من مدين جاءه الخطاب الالهي من جبل الطور ولكن من اي جانب وناديناه من جانب الطور الايمن هذا الجانب مو ذلك الجانب كأن اليمين له خصوصية في الاسلام وفي معادلات الكون على كل النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم باليمين امير المؤمنين صلى الله عليه عليه كان يتختم باليمين ومنالك في الاحاديث سئل الامام الامام الكاظ صلى الله عليه لماذا كان علي يتختم باليمين فقال له الامام ان النبي كان يتختم باليمين هذه قبل ان تكون سنة علوية هي سنة نبوية النقطة الثانية تم هنالك نوع من التحويل هذه السنة النبوية ككثير من السنة الاخرى تم تحويلها متى تم هذا التحويل في قضية التحكيم جاء ابو موسى الاشعري وصعد مكانا عاليا وقال اني خلعت صاحبي يعني امير المؤمنين بعده جاء الدور لعمر ابن العاص وقال ان هذا خلع صاحبه واخرج خاتمه من يده اليمنى ولكنني اثبت صاحبي وادخل خاتمه في يده اليسرى ابو موسى الاشعري اللي كان رجل مغفل وساذج وملعون خلع صاحبه ولكنني اثبت صاحبي يعني معاوية وادخل الخاتم في يده اليسرى هذه القضية صارت بداية لتحويل السنة النبوية الى سنة اموية السنة النبوية كانت شنو اتخذتم باليمين السنة الاموية اصبحت اتخذتم بالشمال خلافا لله لما امر الله وخلافا لما جرت عليه سيرة رسول الله هذا مو فقط اتخذتم في كل شيء الامويون ومن قبلهم نقضوا سنة رسول الله حجرا حجرا حتى الوبوء النبي عشرة اعوام تقريبا كان يتوضى امام المسلمين وكل المسلمون كانوا يشاهدون ان النبي يتوضى من المرافق الى الاصابع عشرة اعوام تقريبا الكل كانوا يشوفون ولكن الى ان قام ثالث القوم التحويل بدأ من ثالث القوم قال رسول الله ما كان يتوضى هالشكل وانما كان يتوضى هالشكل وقام ضده الاصحاء احنا شوفنا رسول الله ما توضى مرة واحدة مئات المرات توضى امامه او اكثر او اكثر عشرة اعوام تقريبا قال لا النبي هالشكل كان يتوضى ولذلك حتى من علمائهم راجعوا كتاب لطيف وضوء النبي صلى الله عليه وآله يثبت ان النبي كان يتوضى بهذا المنهج هالشكل كان يتوضى من مصادرهم من علمائهم حتى مجموعة من علمائهم خالق الثالث كانوا يتوضون كما يتوضى رسول الله ولكن السنة النبوية تبدلت الى سنة اموية راجعوا الكتاب وشوفوا الكتاب من مصادرهم كان واحد من علمائهم قرأ الكتاب كان يقول كتب لمؤلف الكتاب كما حدثني المؤلف هو يقول انت ماذا فعلت انا كل يوم عندما اروح اتوضى يجي في ذهني هذا الخاطر انا كل يوم اتوضى ثلاث مرات او خمس مرات عندما ابدأ بالوضوء يجي في قلب هذا الشيء اني دا اتوضى وضوء النبي او وضوء فلان يعني مو في قضية التختم باليمين فقط لا في كل شيء في الصلاة في الوضوء في الحاج في الطواق في الطلاق حتى في الطلاق الله يقول الطلاق يحتاج الى شاهدين واشهدوا ذوي عدل منكم هم يبنون ما يحتاج الى شاهد الله في النكاح يقول ما يحتاج الى شاهد في القرآن الكريم هم يبنون يحتاج الى شاهد يعني بالعكس بالضبط الله في النكاح يقول وانكحوا الاياما منكم بعد شهود ماكم هم يبنون يحتاج الى شهود الله في الطلاق يقول واشهدوا ذوي عدل منكم هم يبنون ما يحتاج له شهود. الله يقول الطلاق ثلاث مرات. الطلاق مرتان. كذا فانطلقها من بعد. هم يبنون الطلاق مرة واحدة ثلاثا يكفي. يعني شوفوا بني امية وامثالهم عمدوا الى سنة رسول الله حجرا حجرا فنقضوها واحدا واحدا. والعجيب هؤلاء اللي الى الان يعيشوا. هذه كتبهم. هذه مصادرهم. ليش ما يراجعون. على كل حال. فاصبح الفارق بين المؤمنين والموالين. احدى الفوارق. واحدة من الفوارق الوضوء منهج الوضوء. واحدة من الفوارق منهج الصلاة. احدى الفوارق الواضح اتقدتم. كان. المؤمنون الموالون اتباعا لمنهج النبي. كانوا يتقدمون باليمين. والاخرون خلافا لله. وخلافا لرسول الله. وخلافا لامير المؤمنين. كانوا يتقدمون بالشمال. هذه على مواضع. الامام يقول في مجمع. انا امرناكم بالتختم باليمين. هكذا امرناكم من قبل. ولكن الان نأمركم. هذا الكلام كما يقول الرواد كان في عام ميتين وستين هجرية. يعني في السنة التي افتشهد فيها الامام العسكري. الان لا امركم بالتختم بالشمال. ليش? فانه من ادل الدليل عليكم. يشوفوكم انتم متختمين باليمين. يعرفون انكم موالون لاهل البيت. ياخذوكم يقتلوكم. الذي يتختم باليمين جزاؤه القاتل. جزاؤه السجن. جزاؤه التعذيب. هذا جزاء من يقتدي برسول الله. هذه الرواية تبين لنا جانبا من الظروف التي عاشها الامام وعاشها الشيعان ذاك. الرواية الثانية. ينقل هذه الرواية احد الرواة. يقول جئنا مع فلان الحلبي الى مدينة السامراء الامام جلب الى مدينة السامراء. الامام هو كان في المدينة. ولكن هو الامام الهادي صلوات الله عليه مع ابيه. جلب بالقهر الى السامراء. حتى يكنون تحت نظر الحاكم في مدينة العسكر. يعني مثل سكنة عسكرية. مثل مدينة العسكر. الامام جلبوه الى هنا في وسط العسكر وتحت نظر الحاكم. يقول الراوي جئت انا وفلان الحلبي الى سامراء. واخذنا نترصد خروج الامام صلوات الله عليه. فخرج يبدو كان يوم معين او وقت معين الامام كان يطلع. يقول فخرج الينا توقيعه. توقيع الامام العسكري. يقول الامام في هذا التوقيع. اذا خرجت فلا تسلموا عليه. لا تسلمون عليه. يعني في ذلك الظارف احد الموالين لاهل البيت. ما كان يتمكن يسلم على الامام. اللي السلام حق لكل مسلم. اي واحد. اي واحد مسلم شفته بالطريق سلموا عليه. هذا حق له من حقوقه. ولكن امام من ائمة اهل البيت. امام معصوم. واحد ما كان يسلم عليه. ولا يشر الي بيده. يعني حتى اشارة. واحد يشير للثاني مع الثاني يقول هذا هو الامام. ولا يشر الي بيده. ولا يومئ الي. الايماء الظاهر يعني الاشارة بالرأس او بالعين. واحد مو بايده. حتى برأسه او بعينه. لا يشر ان هذا هو الامام. فانكم لاحظوا التعليل لا تأمنون على انفسكم. اذا واحد سلم على الامام. او اشار بيده الى الامام. او او مأ بعينه الى الامام. واحد من الجنود في تلك السكنة العسكرية مدينة السامراء. اذا شاف لا يأمنوا على نفسه. يعني يمكن يخبو يقتلو. انه ليش اشرت الى هذا الامام. لا بأس بان ننقل تسمة هذه الرواية. كان شاهدنا الى هذا المقطع. يقول هذا الراوي. يقول وكان بجنبي شاب. فقلت له من انت? قال انا فلان من ولد ابي ذر الغفاري. انا من اولاد ابي ذر. من احفادة يعني. فقلت له ولماذا جئت الى هنا في مدينة السامراء? فقال اردت ان ارى الامام. يمكن اشوف من الدلالة تطمئن قلبي. اريد ان اطمئن ان هذا هو الامام. يقول فجاء الامام ومر ووصل الينا في الطريق. فالتفت الى هذا الرجل ولعله بقدرته بالقدرة الغيبية بقدرة الامام صرف انظار الناس عن هذا المشهد السريع. قال له الامام اغفاري انت? يعني من اولاد ابي ذر او من قرية غفار من مدينة غفار? قال نعم. قال ما فعلت امك حمدويه? يعني فلون امك? فقلت بخير ومر الامام هو هذان السؤالان يمكن في كم ثانية فمر الامام. فقلت لهذا الشاب هل رأيت هذا من قبل? شايف من قبل? قال لا. قال هل عرفته من قبل? قلت لا. الامام لا شايف ولا شايفني. كيف عرف اني من اولاد ابي ذر? وكيف عرف ان امه اسمها حمدويه? قلت له او يكفيك هذا? هذا المقدار كافي حتى يثبت لك امامة هذا الامام. قال نعم ويكفيني دون هذا. اقل من هذا يكفيني لكي يثبت لي ان هذا هو الامام. لاحظوا ذلك الظرف الذي عاشه ااباؤنا. واحد مية مكة يتختم باليمين. لانه يعرف. واحد مية مكة يتوضى كما توضى رسول الله صلى الله عليه وعليه. ليش? علي ابن يقطين. لانه اذا عرفه الحاكم اخذه وقتله. واحد مية مكة يسلم على الامام. او يشير الى الامام او يوم الى الامام. لانه بتعبير الامام لا يأمن على نفسه. لا يأمن على نفسه. روح في خطار. احنا كنا نريد نتحدث حول الفصل الثاني. وهو فصل مهم في حياة الامام العسكري. صلوات الله عليه. وهو الادوار المهمة التي قام بها الامام. ولكن ضايقنا المجال. نؤجله ان شاء الله لوقت اخر. احد الافراد المعروفون. هذا كان يتجول. هذا يبين لنا جانبا من الصور التي عاشها اباؤنا واجدادنا. يقول كنت اتجول مؤلف كتاب الرحلات المشهور المعروف. قال القضية يمكن قبل خمسمائة سنة سبعمائة سنة. ما ادري بالضبط. المؤرخ المعروف. الرحال المعروف. يقول انه كنت اتجول فوصلت الى بلد. فكنت اصلي مسبل اليد. النبي صلى الله عليه وقاله كان يصلي مسبل اليد. متى تغير هذا في عهد ثاني القوم شاف اسرى من فارس عندما جاءوا بهم امامه وقفوا هكذا. فقال لهم لماذا وقفتم هكذا. قالوا هذا التعظيم منا لامرائنا لحكامنا. قال ادخلوه في الصلاة. هذا نوع من تعظيم الله تعالى. الله ما كان يعرف حتى يدخله في الصلاة. رسول الله ما كان يعرف. صاحبك اللي كان قبلك ما كان يعرف. انت قبل هذه الفترة ما كنت تعرف. كل واحد يعجب فجي دخل بالصلاة تصير حقيقة ثانية. ما هي ثانية. فيقول كنت اصلي مسبل اليدين. لان حتى الان في المذاهب الاخرى هناك مذاهب يصلون مسبل اليدين. اكو بعض المذاهب. فيقول هم شكوا في انه انا من الموالين ام لا. لان هذه العلامة علامة مشتركة. هو من المخالفين. يقول فقدموا الي لحم الارنب. لان الارنب عند الشعة من المحرمات وعندهم من المحللات. فاكلت لحم الارنب فعرفوا اني منهم. ولله اذا ما كان يأكل لحم الارنب كان في خطر. هذا ايضا يعكس لنا جانبا من الظروف التي عاشوها. ومع ذلك مع هذا الظارف مع هذا الارهاب اوصلوا هذه الامانة الينا. احنم ايضا هذه الامانة التي تلقيناها ينبغي كل واحد بمقداره. كل واحد بالمقدار الذي يتمكن ان يوصل هذه الامانة الى الاجيال اللاحقة. هذا حقيقة توفيق. واحد يتمكن ان يبني مسجد. هذا نوع من المساهمة في هذا المجال. واحد يتمكن يبني حسينية. هذا النوع من المساهمة في هذا المجال. واحد يتمكن يكسب كتابا. ينشر كتابا. اي شيء واحد يتمكن. هذا توفيق ينبغي ان يحرص الانسان عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك. وصل الله على محمد وآله الطاهرين. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة